موسيقى سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته للعراق رسالة خطية من رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي متضمنة الترحيب باستقباله في القاهرة خلال العام المقبل موسيقى طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات المصرية الواسعة في مجالات التدريب وفي قطاع الخدمات وزيادة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين موسيقى أكد نائب الرئيس العراقي أسامة نيجيفي تقديره الكامل لمصر في دعم الدولة العراقية ووحدتها ومساعدتها في حربها ضد الإرهاب مؤكدا أن العراق يمر بمرحلة دقيقة تتطلب دعم الأشقاء العرب في العلاقات المصرية الفلسطينية بيوجد شيء كده يعني عليه الكثير من الضبابية وهو حركة حماس وكلام كثير بيقال في ذلك الأمر منها مثلا مما يقال أن هناك دولا بعينها تدعم والله أو ترغب حماس في أعمال عدائية ضد مصر مثلا يعني طيب دلوقتي في عندنا ما يعرف به اجتماع رياضي التكميلي وعندنا مجلس التعاون الخليجي والله يتحدث في بيانه الأخير عن دور مصر وعن دعم لمصر بالتبعية ربما هذا يعني التوجه يقل أو يخف مثلا وكذلك يا أشرف عندنا اجتماع اليوم للمرة التانية حدث في غزة اجتماع ضم كل الفصائل هل ذلك بادرة أمل جديدة؟ يعني اجتماع اليوم هذا شيء لا يذكر لا يذكر بالأساس طبعا لا يذكر اجتماع اليوم اجتماع فصائل محلية محدود جدا لن يقدم أو يؤخر شاركت فيه فتح المفترض أنه بعد ما حصل اتفاق الشاطئ السلطة الفلسطينية تتولى الأمور تشكلت حكومة الوفاق الوطن حكومة الوفاق يعني عندما تدخل غزة تعامل كأنها حكومة دولة جارة لصديقة جاية زيارة وماشية التسهيلات بتاعة الوزراء والمسؤولين فيها بتتم بمنتهى الصعوبة أثناء اجتماع حكومة الوفاق اللي فات برئاسة الدكتور رامد حمد الله في غزة قبل مؤتمر أعمار غزة بالقاهرة بأيام رئيس المخابرات الفلسطينية دع مجموعة من عناصر المخابرات يقعد معهم عناصر المخابرات بتاعة السلطة في غزة هو ماشي من هنا وتم استدعائهم والتحقيق معهم بعدها لما كان فيه استعداد الاحتفال بذكرى أبو وعمار 11-11 ما الذي حدث تفجيرات لـ 15 تفجير في ليلة واحدة ضد قيادين منازل قيادين وسيارات قيادين ورحت لهم تهديدات أنه إحنا تنظيم الدولة الإسلامية واللي هيخرج من بيته لغاية يوم 15 في الشهر سنقتله ونقتل أسراته حباس تقول لا علاقة بها بالأرض يعني إذا كانت هي التي تدير كل صغيرة وكبيرة 15 تفجير هيحصلوا في ليلة واحدة في 15 منطقة بدون ما تعرف يعني الكل يعلم أن ما فيش نفس بيخرج أو يدخل في غزة بدون علم حماس هذا الاجتماع الذي تتحدث عنه وتمثيل فتح في الاجتماع حتى لو فيه فتح فتح الممثل فتح في غزة يعني أقولك إيه لا سلطة لهم إذا كان تريد بالفعل حماس أن يكون هناك توافق ويكون فيه اتفاق ومصلحة كانت تسمح بالوزراء بالمسؤولين بالناس تيجي من رغم الله وتدخل لكن هذا لا يحدث كان فيه اتفاق أنه السلطة تسيطر على الأمن لم يحدث تسيطر على المعابر لن يحدث مبارح كان فيه مشكلة بين فتح وحماس بشكل أو بآخر حماس سمحت بإقامة احتفالية الأنصار النائب محمد دحلان نائب في المجلس التشريعي وعدو اللجنة المركزية وما إلى ذلك رغم الخلافات الشديدة بينه بين أبو مازن فاعتبروا يعني أبو مازن ورام الله اعتبروا أن ده يعني ضرب في أبو مازن قالوا أنتم يعني مش عايزين تعملوا احتفال بذكرى أبو عمار وبتعملوا احتفال لدحلان وبالتالي ما زالت حماس لم تتغير بل بالعكس هي أكثر رغبة حاليا في السيطرة على غزة خليني أقولك أنه صدر التهديدات أنه فترة حكومة الوفاق انتهت وندرس استعادة الحكومة حكومة حماس في غزة ده نمر واحدة طبعا من يقوي حماس اليوم ضد مصر لو الأمر هكذا يعني بس فيه أشياء كثيرة جدا يعني أنا مش هقولك على أطراف خارجية لكن الأساس فيه أطراف داخلية إيه هي الأطراف الداخلية حماس تعتبر نفسها جزء من تنظيم الدولي للإخوان حماس أقصر انتماءا للإخوان لأنه فترة طويلة جدا حماس كانت تعد الجناح العسكري للتنظيم الدولي للإخوان أول مبارح في ذكرى حماس ما الذي حدث فتح حماد اللي كان وزير داخلية حماس وهو أحد المتنفذين بقوة في الحركة في غزة قال ما معناه أننا ما زلنا على العهد والإخوان تظلموا ولن يعني يمروا وقت طويل حتى استعيدوا وضعهم دي رسالة سلبية لمصر كمان خليني أقولك أنه بعد ما كنا نسينا قصة رفع شعار ربع رفع أول أمس عندنا حاجة تانية كمان مصر لما طلبت من حماس أنها يعني تتعاون في ملف التحقيق ضد مش هقولك المتورطين في التفجيرات والإرهاب في مصر المشتبى في تورطهم في ملف الإرهاب في مصر ماذا حدث وإذن من طين وإذن من عاجين قبل كده لما كلمناهم ونشرت أسماء في حوادث سبقة في الصحف المصرية خرج ناس من حماس أقولك شوفهم المصريين بيفبركوا المصريين بيخترعوا ده مش عارف مين استشهد سنة كام ده مين في المعتقلات للصغير رغم أن كلنا عارفين وكل اللي كان عايش في غزة عارف أنه الأسماء متكررة لأن العيلة مثلا وليكن عيلة أبو شمالة أما نقول محمد أبو شمالة هيقولك ده استشهد لا العيلة فيها ميت محمد أبو شمالة عيلة مثلا الهمس فيها عشرين حسن مثلا عيلة كذا وبالتالي لما قلت فلان أبدأت عمل بشكل في ود أحاول أثبت لك حسن أنه هذا لا يحبس سعد سفير ربما النظر إلى الوضع الداخلي في ليبيا يعني بيقول أن أحد أهم أزباب المشكلة عدم وجود قوة صلبة يمكن أن تكون عمادا أو وريا للدولة للأسف لم يكن بها جيش نظامي ليبيا مثلا حتى ما هو متاح الآن من قوات عمية الكرامة أو قوات التابعة اللواء حفتر فيها برضو شيء من الأشياء الغامضة بطبيعة علاقة هذه القوات بالدولة اليوم سمعين أن الدولة الحكومة التبرق تنتوي ترقية الرجل إلى مثلا فريق وما شابه وزير الدفاع طيب هل ربما ده يحل المشكلة في أنه يكون وزير الدفاع ويكون جزء من السلطة طبعا أحد أحد التساؤلات اللي كانت بتطرح في الفترة اللي فاتت الوضع الدستوري أو الوضع القانوني أو الوضع التنظيمي للسيد خليفة حفتر في قيادته لهذه العملية التي يساند بها شرعية من توهي إليه من انتخابات ولكن الحقيقة أنه الشرعية دي شرعية سياسية بأكثر منها شرعية قانونية إنما لو حصل أنك أنت عملت ترتيبات جديدة كمصر أو كأطراف دول الجوار مع بعض ترتب بيها أوضاعا لهذه الشخصية الفذة عسكرية نفترض أنه عنده قدرات مهمة ونفترض أن خبراته القتالية جيدة ونفترض أن فجر ليبيا بدأت فيها شواهد تقول أنهم يستطيعوا أن يغيروا بعض المواقف ويحسنوا لو طرح أمامهم أفق للحل السياسي أو التسوية السياسية ممكن تكون في هذه اللحظة فرصة إعادة تنظيم الجيش الوطني ليبي إيجاد جيش وطني ليبي جامع لكل الأطراف جزء منه استعادة هؤلاء المنشقين اللي بيعتبروا نفسهم في الغرب من فجر ليبيا وضعته إيه في مستقبل تنظيم القوات المسلحة الليبية اتنين أين مخازن السلاح التي أخفوها عن الظهور لابد أيضا هناك من وجود فني ممكن نسميه عربي أفريقي أو دولي للتحقق من مخازن السلاح المخبوء وإظهاره وجمع ما هو ظاهر من غير أطراف شرعية في عملية متكاملة مع توزيع المصالح الأخرى فكرة تقاسم الثروة تقاسم السلطة هل هناك دعوة جادة إلى بناء دستور جديد متكامل الأركان يبتدي الناس تفكر فيه يبتدي القانونيين الليبيين يفكروا فيه يبتدي الليبيين اللي في الدياسبرا في الخارج يفكروا في عطاءات تقدم هل يمكن الجمع ما بين العمل العسكري والعمل السياسي في وقت واحد ولا هنجمع هنركز فقط على الحسم العسكري واللي هينتج عن تفاقمات في صعوبة التوصل إلى حل السياسي سياسيا يا سعد سفير هل ترى أن القاهرة لها فرص لإيجاد حل رغم أن أحد الأطراف المعدلة هو خصم حقيقة للقاهرة فجة فاكر ليبيا والعيدولوجية متعلقة بالإخوان ومناصرة الإخوان وعداء من أسفل الإخوان أنا أرى أن المعادين لمجموعة الشرعية الليبية المستقرة القائمة حتى الآن في الشرع ليبيا هم ليسوا فقط من أنصار الشريعة أو من مجموعة الإسلاميين المتشددين هناك مجموعات أخرى لها مطالب أخرى هذا الطابع مدني هذا الطابع جهوي هذا الطابع اقتصادي لهم مصالح اقتصادية لابد من وضعهم في الاعتبار ويمكن أن يكون لهؤلاء قدرة الضغط على الفريق المنشط استخدم السودان أيضا إذا كان السودان لها لغة في مخاطبة الفريق المتشدد دينيا داخل الأرض الليبية بناء على مرجعيات إخوانية أو غيرها والسودان تزعم لدورها أنه إيجابي وأنه يستهدف العملية التوفيقية لابد أن يقوم السودان بإثبات أن له قدرة على إقناع هذا الفريق المتشدد بتوقيف العمل العسكري والدخول إلى تسويات سياسية يجب فيها كل طرف ليبي مصلحته عودة بس للجزء الفلسطيني اللي قاله فتنتك عاوز تتعليق على الجزء الفلسطيني لا مش عاوز لك أنا عاوز تتعليقات أشرف بيعني أنا متمتع وكعدتي دائما مع كل تحليلاته بس أنا كنت متصور أن إحنا نلاحظ هنا في هذا المحفل اللي أعتبره منير يعني للرأي العام أنه الاهتمام ينبغي يكون بين الفلسطينيين دلوقتي على الطرح الدول الجديد للقضية الفلسطينية نعم حلقتنا نحن نشغلنا بشواغل الخلافات الداخلية والأشخاص والمجموعات والأفراد مش إحنا كأعلميين نحن حتى الفلسطينيين يمكن كل بات في انتظار الفلسطينيين لا ممكن وحتى لما كان بيحاول وقنعوا الدول أنهم طيب ما يوصلوش لتسعة أطول والأردنيين والفلسطينيين نفسهم أبدوا استعدادا لأنهم وحنأتي إليه في الفقرة الأخيرة أعقب على ليبيا لا ما عندنا فاصل بقى وكذلك وكذلك بعد الفاصل في العراق تحديدا هل قتب على العراق مرة أخرى أن تكون ساحة لكل من يجاهل العداء لأمريكا يعني مثلا قيل أن في 2003 وما حدث بعد 2003 بعد 2001 حدث سبتمبر كان هناك على أمريكا أن تخوض حربا ضد الإرهاب ليس يديها مكان وليس يديها عدو فحدث يعني ما حدث أحد التفسيرات مثلا هل الآن على داعش كلها أن تكتمل وتقوى وتكون في أشد حالاتها في العراق على حساب العراقيين ثم يأتي يعني القوى الغربية فتقول والله لا أحنا أتخلص خلاص من كل من يجاهل العداء للغرب وممكن يهددون في بيتنا بعد الفاصل